أصدقاء أنا محبي قناة ألتعلم علوم تكنولوجيا العزاء مرحبا بكم في فيديو جديد تم تطوير هذه السيارة بواسطة سي إكس فاير ومقرها في الصين هي مصممة لاستخدامها في عمليات الإنقاذ في الأنفاق بالإضافة إلى مركبة مكافحة الحرائق تستخدم المقصورة هيكلا من سبائك الآليمنيوم عالي الجودة وهيكل الإطار الملحوم المتكامل مصنوع من خلال التكنولوجيا الحاصلة على براءة اختراع ومضخات المياه وشاشات الحريق أبواب مصرع الأسطوانة المصنوعة من الآليمنيوم ورفوف التخزين وخرطوم الأنابيب كلها مصنوعة من حريق سي إكس مع تصميم معياري ونظام تحكم يمتد بي إل سي تصميم برنامج دكي وتشغيل تحكم إلكتروني كامل يوفر وحدات برنامج تحكم مختلفة للاختيار وفقا للتكوين للسيارة روسينبار بارنتر هي مركبة اير ايف تنتج الشركة المصنعة النمساوية روسينبار وهي موجودة في كل القياسات أربعة في أربعة ستة في ستة وثمانية في ثمانية تحتوي الإصدارات على قمرة قيادة مدمجة ومنظمة بشكل واضح التي تم تكيف بيئة العمل الخاصة بها مع أعلى متطلبات النشر يعطي تصميم المقصورة انطباعا بقمرة قيادة طائرة هليكوبتر ويدمن رؤية شاملة مثالية يتم التحكم في تقنية الإطفاء من خلال شاشة عرض مركزية ومدفع المياه عبر الخلفية المطاءة عصى التحكم مفهوم النمر يرمز إلى التكامل الأمثل لنظام الهيكل ومعدات مكافحة الحرائق قامت شركات روزن ومقرها النمسا بتطوير مفهوم السلالم الدوارة ذات الدراع المائل التي تتميز بإمكانية الوصول للإنقاذ والممتدة يقدم الجهاز الأولوي يمكنه الاقتراب أكثر من الهيكل والوصول إلى المزيد من نقاط الحادث في موضعه إعداد واحد في نفس الوقت تم تعديل السلم المفصلي ليتطلب مسافة 6.15 مترا يوضح دراغون بشكل مثالي نقاط القوة والقوة المتميزة للعملاق الذي تم تطويره في ألمانيا لإطفاء الحرائق الكبرى وإنقاذ الأرواح وحماية المواد والسلع والحفاظ على البنية التحتية أو المهام المعقدة في المطارات الحديثة الكبيرة يعد السوبر دراغون أو لمزيد من المعدات لمكافحة الحرائق يمكن تكيف X9 سوبر دراغون بدقة مع المتطلبات المحلية فيما يتعلق بتكنولوجيا الإطفاء وتصميم الكبيرة أصدقائنا كما نعلم فإن إطفاء بئر نفط محترق ليس بالأمر السهل في مواجهة هذه الكارثة البيئية إلا أن فرق إطفاء الحرائق من المجر صنع اسما لنفسه في رمال السحراء من خلال تصنيع خزان محرك النفاث يسمى الرياح الكبيرة من زوج من فوهات المياه كلاهما فوق عادم الطائرة يمكن أن يؤدي إلى انفجار قوي من الماء والهواء تستخدم لمكافحة الحرائق الكبيرة بشكل فعال الآلية الكامنة وراء قوتها في مكافحة الحرائق بسيطة حيث يساعد الانفجار الشديد للماء والهواء على قطع الإمدادات للنفط عن النيران بينما يساعد أيضا في امتصاص كميات هائلة من الحرارة من الغلاف الجوي والمنطقة المحيطة بها هذا تعديل غير قياسي لبخاخ الخزان الذي تم تصنيعه تحت الفحص تم تصميمه خصيصا لمكافحة الحرائق ذات الحجم الكبير حيث يتحكم بجميع معدات الإطفاء والاستطلاع والدعم من خلال كابن الحماية الباليسية وهو مصمم يسمح بانتشاره في الأماكن مع إمكانية وجود ذخيرة غير منفجرة في الأماكن مع إمكانية حدوث أسطوانات وأوعية الضغط في القضاء على عواقب الهجمات الإرهابية في مصانع الكيميائي والبيترو كيميائيات في الاستطلاع والمراقبة في البيئات الملوثة إذا لازم الأمر أيضا للإنقاذ يشعل بولدوغ إكستريم تصنيع 4X4 بواسطة جهاز إطفاء بولدوغ الذي يعد منتجا للشاحنات المخصصة ومقرها في الولايات المتحدة الأمريكية قد تم تصميم شاحنة الإطفاء للوصول إلى أبعد الحرائق فهي تحتوي على ارتفاع اثنين قدم من الأرض بإطارات من الدرجة العسكرية مقاسي 54 بوصة وفروق قفل أمامية وخلفية لأنه عندما تصبح الأشياء عميقة أو فضصادة يتم التحكم في فوهات وخارطم الرش المتعددة من الكابنة يمكنها نشر ما يصل إلى ألفين جالون من الماء أو الرغوة المبنية على هيكل دولي فإن بولدوغ 4X4 إكستريم هي شاحنة إطفاء غير قابلة للتدمير تقريبا يمكن للقسم بثقة من خلال خطواتها المغطات في قفص خارجي لا داعي للقلق بشأن إطلاف الشاحنة أثناء تنقلها عبر الفرشات أو غيرها يعد قضيب RT ريسومب مثالاً نهائياً لتصميم البول المدمج مع وظائف عالية بشكل مثير للإعجاب تتعدد الاستخدامات أظهرت حوادث حرائق الغابات في السنوات الأخيرة ارتفاع الطلب بين خدمات الإطفاء والطوارئ على حلول فعالة وناضجة تقنياً هذا هو بالضبط المكان الذي تأتي فيه كرة ماغيروس النارية حيث تنقل حمولات عالية مع الحد الأدنى من الضغط الأرضي فوق أصعب التضاريس ضمان أقصى لقدر من قوة الإطفاء والسلامة لخدمة الطوارئ في نفس الوقت يجمع محرك إطفاء الحرائق بين تقنية إطفاء الهواء الفعالة وخيارات الهيكل الفائق المرن وشاسية الطاقة البديلة لتشكيل حل متطور بالكامل لاستخدام الغطاء النباتي NRT روسين بار هو محرك إطفاء تم تصنيعه بواسطة روسين بار ومقرها في النمسا يركز تصميم TR أو RT على إعادة التفكير الكامل في مفهوم محرك الإطفاء حيث يسمح مفهوم السيارة بالوصول السهل إلى المعدات المخزنة في السيارة مع مجموعة نقل الحركة الهجينة تهدف TR إلى أن تكون الشاحنة الأكثر تقدماً وثورية في سوق مكافحة الحرائق يسمح نظام تخزين الطاقة عالي الجهد بالقيادة الكهربائية بالإضافة إلى التشغيل الكهربائي في موقع الإنقاذ وبالتالي تقليل الإنبعاثات مثل الضوضاء وغازات العادم هذا الجيل الجديد من مركبات مكافحة الحرائق هو استجابة لاتجاهات ميغ العالمية مثل مناخ التحضر والتغيرات الديمغرافية وتأثيرها على العمل اليومي لرجال الأطفاء للتعامل مع الموقف في الوقت المناسب عندما يهدد حريق هائل سريع الحركة الأرواح أو الممتلكات المتمركزة في الولايات المتحدة الأمريكية لهذا تم تطوير شاحنات الفرشات بالتعاون مع رجال الإطفاء والمهندسين في وايلد لاند تم بناء هذه الوحدات مع التركيز على حماية الهيكل والجسم من خلال التعزيزات والدروع مما يسمح للأفراد بالسفر بأمان والقتال بشكل هجومي مع تقليل القوى العاملة تم بناء أجسام هذه الوحدات باستخدام قوة عالية من الألمنيوم الخفيف الوزن يمكن أن يوفر ضعف مساحة المقصورة للهيئات التجارية تتميز هذه الوحدات بخزان مياه مع بكرة خرطوم من الألمنيوم مع ضمان مدى الحياة مع خيارات إضاءة ليد قابلة للترجيح وصيانة معدات صينية للخراطم أو مشاعر التنقيط أصدقائنا هذا كل ما لدينا في هذه الحلقة تراكم غدا في حلقة جديدة وعلى نفس الموعد فكونوا في الموعد إلى اللقاء نحبكم باي باي